شكى مواطنوء الضلوعية من الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية لأغلب المواد بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي أثر بشكل مباشر على قوت المواطنين من الكسبة وذوي الدخل المحدود الزميل جاسم الأبو جاسم رصد حركة السوق ورأى المواطنين في هذا التقرير شكى أبناء قضاء الضلوعية بشكل عام من الارتفاع المستمر بعموم أسعار المواد وخصوصا الغذائية منها كون هاتو شكل تأثيرا مباشر على حياة الأغلبية منهم من خلال التبضع اليومي للسلع الغذائية والأساسية وبما يتناسب مع محدودية دخلهم اليومي مطالبين بحلول سريعة كون ذلك شكل تأثيرا مباشر على حياتهم اليومية ارتفاع الأسعار يعني ما أدري وعند المن يشتكي بعد ما أدري هم جايش من الأسعار هذا جاء رمضان جاء ناس تسوق تروح بطل دين بـ 3000 دينار الدجاج وصل للآيم والألف يقولون لهم بـ 1100 بـ 6000 ووصل لجزن سبعة ألاف الدجاجة يعني هاي الناس الفقير اش راح يشتن اش راح يأكل يعني لازم يخلوه لها حل وأكو خبر على أساس القاز وبانزين يصعد من شلون يعني شلون الوضعية هذي وحنا الناس جهات بالدولة اللي تقدر تسوي شي يعني لازم يخلوه لها حد وهذا الدولار صاعد والناس الفقرة الميتة يعني شلون راح يتصرفون ما عرف شلون راح يأكل شلون راح يتصرف ما عرف الله شلون مطالبنا انه صرف الدولار وارتفاع الأسعار يعني انزل الدولار عالمود هاي الأسعار لأن أغلبية الناس حالتها تعبانة يعني العالم تعبانة اللي أبو العمالة أنا بله أو غيري عند راتب أو كذا بس أكو ناس كسبة شغل ماكو فارتفاع الدولار يعني والأسعار يعني بطل زيار صار بـ 3000 وأكو عالم ما تقدر تجيبها فالوضع تعبان ونطالب من الحكومة أنه ينظرنا بهذا الموضوع يتدخلونا بهالوضع الاقتصادي ويشوفونا حلل هالوضعية هذه أصحاب المكاتب والمحالة التجارية بيّنوا أن سبب ذلك مرتبط بشكل مباشر مع سعر صرف الدولار كونهم يتعاملون بذلك مع الأسواق الكبرى التي اعتمدت على سعر الرسمي للصرف مع تحميل البضاع أرباحاً إضافية لكل المواد وينعكس هذا على قوت المواطن البسيط الدولار أول شيء صعد صعود ماله مفاجئ ثاني شيء سد والحدود والدولار صعد والمواد كلها صعدت فصارت خربطة كلها وقعت على المواطن المواطن اللي بفاين حظل اللي كاسب عامل ما يقدر يشتري هسا عين حاجة خوش يعني الحدود مسدودة الدولار صعد وإحنا ما أخو غيرها إيش يعني المشكلة بمالتنا كأصحاب محال عندنا مشكلة بارتفاع سعر الدولار لأن أول شيء يأثر بشكل مباشر على المواطن اللي الدخله محدود لأن هذا سبب بارتفاع الدولار يبقى قيمة الدولار ثابتة بأسعار المواد اللي نشتريها من المراكز الرئيسية وسعر الدولار بالدينار يختلف يكون اختلافه بشكل مباشر فيكون عبء على المواطن بشكل رئيسي نطالب الحكومة المركزية والأصحاب القرار بأن يتم تخفيض الدولار مساعداً للمواطن الفقير اللي دخله محدود ومساعدة لكل الشعب وتكون فائدة للجميع يعني إن شاء الله أذبتت العلوم والدراسات والنظريات الاقتصادية السابقة منذ صدورها الحصول على نتيجة الرابح الأكبر على النقض من أن أغلب قرارات هذا البلد يكون المواطن هو الخاسر الأكبر لقناة صلاح الدين الفضائية جاسم الأبو جاسم الضلوعية